السلام عليكم. السلام عليكم. أنا دكتور معل عب مأسي. اليوم كنت تتكلم عن موضوع هو موضوع حقا لبلازمة. البلازمة هي مادة موجودة بالدم. هي جزء من مكونات الدم. وتكون تقريبا 55% من مكونات الدم. طيب ايش فائدة هاي البلازمة وشنو اللي ممكن تفيدها إذا احنا جئنا وحقنا هاي المستخلص من الدم ونخنا داخل مفصل داخل نسيج. شنو اللي ممكن تفيد. بداية نخلي عرفكم شنو متكونة منها هاي البلازمة. البلازمة غلبها مي. مغذيات للخلايا. أجسام مضادة. طبعا عناصر أخرى موجودة ايضا بالدم. مثل بعض الأملاح المهمة. بعض الأحماض الأمينية المهمة. وأيضا موجودة خلايا مناعية. موجودة تقريبا كل شيء بهذه البلازمة. اللي نحاول نستخلصها. اللي هي تكونة 55% طيب شنو الباقي. الباقي هو في تقريبا 40% خلايا كوريات دم حمور. هذا ما راح يستفاد منها. نحاول هاي نفصلها عنها. وموجودة أيضا صفحيات دموية. وقريات دم بيضة. لها تشكل تقريبا 5% وهذه أيضا ممكن يشتفيدنا. بس ممكن نساعد أيضا تكون موجودة مع البلازمة. طيب شنو وظيفة البلازمة. البلازمة ممكن تكون كمنظومة. تعيد إحياء الخلايا أو تعيد بناء الأنسجة المصابة. حتى تساعد على الشفاء. طبعا هذا الشفاء والتجدد يكون موجود في الخلايا بأغلب خلايا الجسم. ونحن نتكلم عن المفاصل أكثر شي. فالمفاصل مهمة جدا أن تكون خلاياها متجددة قابلة للتجدد. حتى تكون قادرة على أنها تعيد بناء نفسها. معظم الخلايا موجودة خلايا الركبة وخلايا الكاحل عدها قابلة أن تعيد نفسها. ممكن أن يكون الخلايا المفصلة للفخض لا تكون لها قدرة مثل باقي المفاصل الأخرى بالأطراف السفلة أن تعيد نشاطها. ممكن هذا العلاقة بالنسيج نفسه الموجودة أو الخلايا الجدعية الموجودة داخلها. إذا نحن نحفز الخلايا الجدعية الموجودة داخل الجسم أنها تعيد بناء نفسها وتعيد بناء النسيج. ممكن أن نستفاد من البلازما؟ كيف نستفاد من البلازما؟ البلازما يمكن أن تخفف الألم وهذا الألم يكون مصحب بالتهابات المفاصلة أغلبها. بعضها التهابات المفاصلة العظمي أو العظم المفصلي تحسن وظيفة المفصلة تجعله يعمل بشكل أحسن تستطيع تثنيها مثلا من المرضى يجوني أنه لا يستطيع تثني ركوبته وهذا الشيء مؤلم بالنسبة له و لا يستطيع تحركها و لا يستطيع ترفعها وهذا الشيء جميل هو أنه بعد جلسة أو جلستين من البلازما من أول جلسة سيبدأ تتحسن وظيفة المفصل. طبعا أيضا تساعد بإيقاف أو أبطاء تآكل غضروفي. ما يحدث أن الغضروف نفسي تآكل مثل ما تشوفون بالصورة وهذا سيبدأ شوية شوية يزيد إذا ما عالجنا طبعا وجود البلازما بكل بروتيناتها بكل مغضياتها بكل الأسام المضادة الخلاياها المناعية الخلايا الجدعية كلها ستساعد أنها توقف أو تبطئ تآكل الغضروف. أيضا تساعد في تحفيز الأسجة على إعادة البناء وأصلاح الأضرار التي موجودة. وهذا عندما رأيته و حقيقة كان يراجعوني مجموعة من الرياضيين ساعدهم تمزقات عضلية وخسفة بالعضلة سأشربكم صورة منها و كيف بعد جلسات بلازما لا تعدد تقليبا الأربعة أو الخمسة نعاد النسيج نفسه وبنى العضلة ورجعت بنت العضلة بشكل تام و حقيقة كان هذا فالشيء مظهر نفس الشيء الذي يصير بالركبة من دنقنها بالإصر بالكاحل وهذا تتحسن الأمور الذي نشوفه الآن والذي موجود أيضا عالميا و خلانا عند الثقة بهذا الموضوع وهذا الشيء العلاجي وهذا نعتبره شيء طبيعي لنأخذه من الجسم و للرجعة بصورة مختلفة منه ممكن يستفاد من البلازمة الناس الذين يريدون خشونة مبكرة بالركبة ممكن يستفادون إصابات الغضاري في الهلالية الشوكة العظمية لتصير بالقدم خشونة مفصل الحاوض مرفق التنس و مرفق القولف الذي دائما مصحوب نتيجة أعمال أو أعمال المنزلية الناس المصابين بهشاشرة العظام أيضا ممكن يستفادوا من هل يمكن يحفز الشفاء الناس عندهم تمزقات عضلية عندهم خسفات بالعضلات أيضا ممكن يستفادون كل شفائية الموضوع هذا وهذا الموضوع طبعا ندرس في جامعات عالمية منها جامعة الجيوك الأمريكية ولقوا أنه استعمال البلازمة يعني نطع شفاء أكثر من 85 إلى 90 بالمئة في الحالات التي تم استخدامها لعادة نشاط الخلايا وأعتقد هذا في الشيء ما نسميه بروميسينج وهو واعد جدا في هذه النوعين من الإلاجات بالعيادة نستخدم بلازمة ولعدة أسباب ولعدة حالات إن شاء الله أتمنى لكم الصحة والعافية لكم شكرا جزيلا لكم ورحمة الله والسلام شكرا